الدكتور يمكن بقت ظاهرة موجودة في كل بيت تقريبا في مصر فيه أطفال فيه طفل يعني فيه موبايل يعني فيه مش عاوز أقول توحد في البداية لأنهما بيبدأش أكيد توحد بس دايما بيلاقي الطفل قاعد على الموبايل سايب البيت كله مش منشغل بأهله حتى لو فيه أطفال موجودين برضو في نفس البيت لأ خلاص ما بقاش فيه اللي هو الاندماج كل واحد قاعد منعزل بيلعب جيمز إزاي نقدر نتغلب على هذه الظاهرة؟ خليني الأول أفرق بين نوعين من التوحد بيكون بخلل في القشرة المخية وده بيكون طبقا لمعيار تشخيصي اللي هو اختبار كارز بيبقى درجات فيه توحد خفيف اللي هي بنقول عليه الطيف توحد وتوحد متوسط وتوحد عالي جدا وده بيبقى قريب من المنتر ريتارديشن أو التخلف العقلي وده بيبقى طبقا للمعيار التشخيصي وده بيبقى الجيناتك في المخ فيه توحد نتيجة الألعاب الإلكترونية بنقول عليه توحد مكتسب يعني هو طفل خلق سليم مفيش خلل في القشرة المخية ولكن اكتسب نوع من صفات التوحد اللي هي العزلة نتيجة إدمانه على الألعاب الإلكترونية فده بنقول عليه توحد مكتسب أو يرتقي إلى كلمة عزلة اجتماعية يعني هو منعزل عن الكون خالص واللعبة هي حياته يعني هي دي الحاجة اللي بتديله سورس مصدر للسعادة فبالتالي أدمن عليها كنوع من زي بالضبط إدمان المخدرات يعني بنقارنه بيبقى واصل للمرحلة دي الموضوع بيوصل للدرجات أطبعا بيوصل لإدمان لموضوع إدمان إن هو عايز يمارس حياته يعني الأهل عايزين الطفل يمارس حياته الطبيعية يشاركهم يهتم بدراسته يشارك حتى في التعامل مع المجتمع اللي حواليه هو رافض هو شايف إن وقته بس بس للألعاب غير كده ده ما بيبقى أي حاجة تانية ما بتسبب لهوش متعة قد الألعاب الألعاب بتديله أعلى متعة ممكنة وبالتالي هو بيضمن عليها ترجمة نانسي قنقر